الفجوات اللي بتحصل دي هل ممكن تؤدي أو بينتج عنها في بعض الأحيان انفصال بين الزوجين؟ يعني هل الصمت ده ممكن يسبب انفصال؟ هنمشي بقى في سكة الانفصال لما نبتدي فعلا نبعد عن بعض عاطفين ونفسيا فإمتى الانفصال ما هتيجي تتكلمي مع واحدة؟ مش هو بيصرف لا احنا هنا مش عايزين التكلم على انفصال احنا بنقول هل ده ممكن يؤدي لأحنا منعيلك دلوقتي بستعايزين نعرف طبعا طبعا ضيقات دي بينا للسكة تانية خالص أسوأ من الانفصال عدم الاحترام والكرهية والنفور وانا بقيت انا حتى ما بقيتش اتمنى المعيشة معاك لان انت بعيدة عني انت ما تعلميش بيا بحاجة بس ده كمان لها تأثيرات بعد كده في موضوع ان انا مش بس الانفصال تيجي زوجة تقولك انا مش مخليني محتاجة حاجة بس انا محتاجة كل حاجة بس انا ناقصني حاجات كتير ايه اللي ناقصك؟ كلمة حلوة يا هودا احتضان نفسي يا هودا ان انا تسمع ان انا تشاف ان انا تحس عشان كده كنت مرة كانت ببوسته الموضوع ان هو ما بقاش يحس بيا ما بقيتش تحس بيا اصعب جملة تتقلم ما بني ادم يقولك انا ما بقيتش في اولويات شريك حياتي انا ما بقيتش انا مش رقم واحد عند حد انا كتير اقولك على حاجة بصراحة يعني فيه خليني اقول هم هنا احنا بن يعني دايما شايفين المشكلة لازم تبقى ايه راجل بخيل راجل خاين راجل ما بيصرفش راجل مش عارف ايه دي كارسة بقى هي دي المشاكل اللي احنا نتكلم فيها انما ما بيقولكيش كلمة حلوة دي ما تجيش تتكلمي معايا في الموضوع ده دي بقى المورسات حضرتك المورسات اللي احنا متعودين عليها ما بيدربكيش يبقى راجل محترم ما بيخونكيش يبقى راجل زي الفل انت اللي ست جهده بيصرف عليكي يبقى انت اللي مش شايفة فعلا انه هو كريب في مشاعره هو مش معندوش مش متعاطي اوكي يبقى ده راجل كويس راجل تمام وضغري مش احسن ما يتلاقي يا جماعة هو ممكن برودة المشاعر نفس الجريمة انتوا شايفين ان التعاطي او الجنون او الاعتداء باليد والضرب هو ده معناه ان البناء ده فعلا لا يتقبس ده في ناس ما تتعشدش اصلا او مع الضغوطات انا كزوجة لازم افهم هل اللي بيحصل من الرجل ده التغيرات النفسين اللي بتحصل له نتيجة ظروف فعلا ولا دي طبيعته لو دي طبيعته بقى ده اختياري محدش ضربني على ايدي اني راح اتجوز فانا مش هغير في السيستم انا ممكن اعدل في السيستم بطريقتي انا كزوجة لان فيه ازواج بيبهاتوا على بعض محاولة الاصلاح وان انا كسر الحاجز الخارس ما بيني وما بينه لازم افهم هل هو فعلا رجل ممكن يكون رجل قليل الكلام عنده عدم قدرة على التعبير ابتدي اشير انا كزوجة الفة نظره لانا ما بعض ما واحدة تقولي لا ما انا مش حافظة لقوله على كل حاجة انا ما قلتش بس انا مش حادرة لماح له يعني ليه مش هتقدر تلمحي ما تقول له انا محتاجة الكلمة الحلوة الفلانية في التوقيت الفلاني انت بقى لك كتير ما جبت ليش هدية مش ملاحظ بقى لك كتير ما قلت ليش بحبك مش ملاحظ بقى لك كتير ما بتقوليش وحشتيني مش ملاحظ ان انت بقيت في شغلك ما بقيتش ترني علي زي ما احنا كنا مخطوبين تفضلت تسل بيوتها تم بطلنا اهتمام ليه فهتعالى نكسر الروتين طب انا قدي ملاحظاتي انا برضو شركة الحياة لازم يبقى ليه وجهة نظر ولازم يبقى ليه رأيي انا شايف ان احنا بعيدة عن بعض يا حبيبتي انا شايف ان انت بقى بقيتش تحكيلي وتفضيلي الست يوم ما تسكت خاف منها الست يوم ما تاخد بعضها وتقعد في القوضة وتبقى سكتة وصمتة اقلق اقلق لان هنا بدأ يبقى فيه جدار ما بينك وما بينها ده ممكن يبقى فيه خطة اصلا بتتعمل حتة ان هي عايزة ادايقه هاخضر بيه انا هو بيهملني جدا فانا هاهمله الفترة اللي جاية تدوم شاكور يا دكتور خاينك فاهماني بس انا امتى ابقى كويس لما امرأتي تيجي تنكشني تخنق معايا تكلم معايا تعالى عايزيني نتكلم تعالى بدأ مزعلني انت فين انا قلق انا عليك انت ما بتسألش فيا هو ده الحوار اذا فيه حياة يعني انخفاض الحديث ورصيد التفاهم ورصيد الحوار منتهي اعرف ان انت كده فيه مشكلة تعالى ادرسها افرزها اتكلم معاها اتكلموا مع بعض قبل ما يصل الموضوع لورا مساعدة ما نعرفش نالحق الدنيا وده تأثيره على اولادنا مش صح ده تأثيره على الدفء اللي موجود ما بيني حيتحول برودة وهيتحول لجمود فما بقتش حس بيك حتى في المرض ما بقتش حس بيك حتى في التعب حتى سكوتك بقيت افسره غلط ما يمكن انت ساكت عشان ما توجعنيش ففيه ستات بتفسر سكوت ازواجها ان هو لأ ان الرجل ده بيهملها لأ هو ممكن يبقى مخاب بحاجة مش عايزش هالك همها دخل مشروعه وبيزنس وخسر فيه فمش هينفع ان هو يسقلك بمشاكله جايز يكون عنده مشكلة فانت كمان لازم تروحي تتوجهي وتسمعي مش دايما فيه واحدة تانية فيه ممكن مشكلة تانية لا مش شرط بزدبط ان هو دخل علاقة او بيفكر في حاجة او انه راح تجوز عليكي لا الموضوع ابسط من كده بكتير